وعلى هامشي مشاركته بقمة محيط واحد بمدينة بريست الفرنسية أكد رئيس السيسي ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات وخلال لقاء مع نظيره الفرنسي إيمانوال ماكرون أكد رئيس السيسي أهمية تعظيم التنصيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية بان سبل التعاون والتنصيق المشترك في إطار استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في شرم الشيخ في نوفمبر القادم حيث أوضح الرئيس السيسي أن تلبيته لدعوة الرئيس الفرنسي للمشاركة في قمة محيط واحد تعكس مدى حرص مصر على التعاون مع فرنسا في هذا المجال وأخذ في الاعتبار ما توليه مصر من أهمية قصوى لحماية البيئة البحرية من جهته أعرب رئيس الفرنسي عن خالص تمنيته بنجاح مصر في استضافة قمة المناخ وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا أعرب مكرون عن تثمين بلاده للجهود المصرية بقيادة رئيس السيسي لصون المؤسسات الوطنية الليبية وتعزيز مسار التسوية السياسية للأزمة كما شهد اللقاء أيضا توافقا بشأن تضافر الجهود لمساعدة الأشقاء الليبيين على استعادة الأمن والاستقرار بالبلاد إلى ذلك شدد ماكرون على التزام الإدارة الفرنسية بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات ومساندة الجهود الحفيثة للرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في المنطقة بأسرها شكرا